وصفت منظمة الشفافية الدولية اتفاق الاتحاد الأوروبي فرض ضوابط على البيتكوين والعملات الألكترونية بالإنجاز الكبير هذا الاتفاق جزء من مجموعة إجراءات أوسع للتصدي للجرائم المالية والتهر الضريبي عملة إلكترونية قفز سعرها إلى أكثر من 1700% خلال العام الجاري لتصبح بيتكوين حديث الأعلام والاقتصاد وحلم الساعين وراء الثراء السريع وغيرهم من الذين يحاولون غسل أموال محرمة أو إيجاد ملاذ بعيد عن رقابة سلطات الضرائب عملية التشفير والتكتم على طريقة توليد العملة عبر معادلات معقدة أمنت مسارا سهلا لتمرير عمليات مشبوهة بما أنها لا تخضع لأي رقابة فهي تسهل استعمالها لنشاطات إجرامية وخصوصا لطبيد الأموال وتمويل الإرهاب كل هذه الحقائق لم تدع للحكومات مجالا للوقوف مع البيتكوين فمنذ اللحظة الأولى لبدء تداولها عبر الإنترنت شنت حملات عليها للتحذير من تداولها وتم وسمها بالفقاعة التي وأن تضخمت فإنها ستنفجر يوما ما جرة معها خسائر كبيرة للمستثمرين فيها آخر الإجراءات الحكومية ضد العملة الإلكترونية تمثل ببيان الاتحاد الأوروبي الذي أكد اتفاق الدول الأعضاء ومشارعي الاتحاد على قواعد أكثر صرامة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب على منصات تداول بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية وترى المفوضية الأوروبية والجماعات الحقوقية زيادة التطقيق العام أساساً لمنع الجرائم المالية والتهرب الضريبي يأتي هذا الإجراء بعيد اتهام امرأة من نيويورك بغسل أموال من عملة بيكوين الافتراضية وعملات أخرى مشفرة وإرسالها لمساعدة داعش واعتقلت المرأة بتهمة الاحتيال المصرفي والتآمر بهدف غسيل الأموال وقال محاققون إن الفتاة حصلت على قروض بالاحتيال بقيمة 85 ألف دولار بهدف شراء عملة بيتكوين عبر الإنترنت ودعم التنظيم الإرهابي في حين يرى مراقبون أن الإجراءات الحكومية الأخيرة تعد رضوخاً أمام ما عد نجاحاً لبيتكوين إذ فشلت الحكومات بعرقلة انتشارها وعكفت على إيجاد صياغ قانونية توائم الطفرة الاقتصادية الإلكترونية